اشتركوا في القناة وقال مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض استقبل الأمين العام للمنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد الفهيد حيث قام بترشيل خطة الفعاليات السياحية المرتبطة بهذا اللقب وتخلل اللقاء عقد عدة اجتماعات لوضع خطة عمل مشتركة لتنفيذ العديد من الفعاليات على مدار العام تحت لقب المنام عاصمة السياحة العربية وقال سعادة الوزير الزياني إن الهيئة البحرين للسياحة والمعارض قامت بالتجهيز لتنظيم فعاليات سياحية خلال العام الحالي تعبر عن المكانة التاريخية والثقافية لمملكة البحرين وقع صندوق العمل تمكين التفاقية تعاون مشتركة مع عدد من المصارف في مملكة البحرين لتمكين المؤسسات الراغبة من الحصول على تمويل الشراء وتركيب الألواح الشمسية لتوليد الطاقة فضلا عن دعم تكلفة مراجعة حسابات الطاقة الشمسية هذا ومن المقرر أن يبدأ قبول طلبات المؤسسات ضمن برنامج دعم تمويل المؤسسات لتغطية تكاليف الطاقة لديهم من خلال الطاقة الشمسية اعتبارا من تاريخ توقيع الاتفاقية وإلى جانب ذلك تسهم هذه الخطة في تسهيل الحصول على تمويل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وبمعدل ربح تنفسي حيث تدعم تمكين 70% من معدل الربحي السنوي عداء اليوم أن الاتفاقية تمت لأن هذه تكون نقطة تحول لمساهمة في تمويل المشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة التي تأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية لكفاءة الطاقة والاستراتيجية الوطنية لرفع كفاءة الطاقة ناشدت غرفة تجارة وصناعة البحرين القطاع التجاري في المملكة بعدم رفع الأسعار تأثرا بالمستجدات المتسارعة والظروف الاستثنائية جراء فيروس كورونا خاصة في مجال تجارة المواد الغذائية والمستزمات الطبية مشددة على أن المرحلة الراهنة تستدعي تحمل المسئولية الوطنية من الجميع وتغليب مصلحة الوطن والمواطنين وأوضحت الغرفة في بيان لها أن القطاع التجاري في المملكة عادة ما يتأثر بممارسات بعض العاملين في المجالات الحيوية مع استشعار ارتفاع أسعار أنواع من السلع مثل تخزين عدد من البضائع تحسبا لارتفاع أسعارها وهو الأمر الذي يضر بحركة السوق ويؤثر على القوة الشرائية في البلاد ويخلف أحكام القانون رقم 35 لعام 2012 بشأن حماية المستهلك حققت شركة البحرين لتسهيلات التجارية صافي أرباح بلغت 17 مليون ومئة ألف دينار لأسنة المالية المنتهية 2019 بانخفاض بلغ 25% في عام 2018 كما وقرر مجلس الإدارة رفع توصية إلى الجمعية العامة العادية للشركة لتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 50 فلسا للسهم الواحد ويعز سبب انخفاض الأرباح بشكل رئيسي إلى ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة التي سجلتها الشركة تحسبا من أي انخفاض متوقع في السيولة لدى زبائن الشركة في المستقبل وعبر رئيس مجلس إدارة شركة البحرين لتسهيلات تجارية عبد الرحمن يوسف أخرو عن رضاه عن نتائج المتحققة للشركة مشيرا إلى أن سنة 2019 كانت مليئة بالصعوبات حيث أن قطاعي السيارات والعقارات كان من بين أكثر القطاعات تضررا ولم تكن المجموعة بمعزل عن تلك التغييرات الحاصلة ونتبع الآن سعار صرف الدنار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية موسيقى موسيقى نتابع النشرة مشاهدين مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعقدات هذا الأسبوع ونبدأ مع بورصتنا المحلية فقد أقفل مؤشر البحرين العام على تراجع نسبته 11 من مئة في المئة مغلقاً التدولات عند مستوى 1660 نقطة وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاعات البنوك التجارية والاستثمار وأيضاً الخدمات وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 3.632.000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 934.000 دينار تم تنفيذها من خلال 84 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التدولة اليوم على أسهم قطاع الخدمات ننتقل مشاهدين إلى باقي البورصات الخليجية وكما نتابع كانت أغلب الإغلاقات باللون الأحمر على تراجع وكانت بورصة الكويت أكبر المتراجعين في نهاية تدولات اليوم بإقفال عند مستوى 6730 نقطة بتراجع يزيد عن 1.7% أما سوق أبوظبي للأوراق المالية كانت الرابحة الوحيدة في نهاية تدولات اليوم بإقفال على مستوى 4900 ونقطة واحدة بارتفاع بنسبة تزيد عن 20 النقطة المئوية تدخل المملكة العربية السعودية بشكل رسمي نحو تقديم إقرار تشريعات ومبادئ رئيسية خاصة بتطورات التقنية والرقمية المرتبطة بالاقتصاد حيث أفصحت عن إعداد مسودة تشريعية متخصصة بمستجدات الاقتصاد الرقمي مما يؤكد ذهاب الحكومة نحو التحول الجاد إلى مستويات تقدمية من وقع الاقتصاد التقليدي إلى تحديات الاقتصاد الحديث كما وادعت وحدة التحول الرقمي جميع الأطراف المعنية والمهتمين من الأفراد والقطاع الخاص والجهات غير ربحية إلى تقديم المرئيات على مسودة سياسة الاقتصاد الرقمي قال صندوق النقد الدولي إن المحادثات مع الحكومة اللبنانية حول خططها للتعامل مع التحديات للديون والاقتصاد كانت قيمة ومثمرة مضيفا أنه على الاستعداد لإصداء مزيد من المشورة الفنية وقال المتحدث باسم الصندوق إن الفريق التقى رئيس الوزراء ومحافظة البنك المركزي ووزير المالية ومسؤولين آخرين على مدار خمسة أيام ولم يشر بيان الصندوق إلى إمكانية تقديم مساعدة مالية للبنان كما وهوت أسعار السندات اللبنانية استحقاق شهر مارس المقبل إلى 53 سنة للدولار نشرتنا مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل مايكروسوفت تخفض من توقعات إيراداتها للربع الحالي بسبب انتشار فيروس كورونا بلغ الريال الإيراني أضعف مستوياته في عام مقابل الدولار إذ دفعت زيادة حدة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى غلق أغلب حدود البلاد مما يهدد أصادرات غير النفطية التي تشكل شريان الحياة الرئيسي لاقتصادها وبحسب موقع بونباست دوت كوم لأسعار الصرف جرى عمض الدولار عند مستوى مرتفع بلغ 158 ألفا وخمسمائة ريال بينما يبلغ سعره الرسمي 42 ألف ريال بما ينطوي على تراجع نسبته 10% للعملة خلال أسبوع واحد كما ويقوض للضغط المستمر الناجم عن عقوبات أمريكية بالفعل صناعة النفط في إيران ويقلص صدراتها من الخام قالت لجنة الأولمبية الدولية بأن إلغاء أو تأجيل أولمبياد توكيو هذا العام بسبب فيروس كورونا لن يحصل إلا إذا ساء الوضع وبات وباء حقيقيا أو أن وضع صحة العالمية أصبح على المحك وشددت لجنة الأولمبية الدولية على أن أي قرار بإلغاء أو تأجيل الأولمبياد سيشمل اللجنة الأولمبياد وسلطات توكيو والحكومات والهيئات الدولية التي تشعر بأن الوضع ليس آمنا لإقامة البطولة يذكر أن شينزو أبي رئيس وزراء اليابان فرض حظرا على الأحداث الرياضية لمدة أسبوعين بعد وفاة حالتين جديدتين في البلاد خفضت وكالة التصنيف الاعتماني موديز توقعاتها لمبيعات السيارات العالمية في العام الحالي وسط تفشي فيروس كورونا في الصين وأعلنت موديز أن تتوقع انخفاض مبيعات السيارات العالمية بنسبة 2.5% في عام 2020 أي أقل من تقديراتها السابقة التي كانت تشير لهبوط بنسبة 19% حيث توقعت الوكلة أن ترتفع مبيعات السيارات العالمية بنحو 1.5% في عام 2021 ونتابع الآن أبرز مؤشرة لأسواق العالمية وأسعر النفط والمعادن الرئيسية ترجمة نانسي قنقر خفضت شركة مايكروسوفت من توقعات إراداتها للربع الحالي مشيرة إلى أنها ستتأثر بانتشار فيروس كورونا المسجد مع تراجع في مبيعات نظام تشغيل ويندوز وأجهزة سيرفوس وانضمت شركة التكنولوجيا الأمريكية بذلك إلى مجموعات عالمية أخرى للتحذير من العواقب المالية لانتشار الفيروس الذي تسبب بوفاة الألاف وأكدت الشركة أنه مع تطور الوضع ستعمد مايكروسوفت لاتخاذ التدابير التي تضمن صحة وسلامة موظفها وزبائنها وشركائها خلال هذه المرحلة العصيبة ترجمة نانسي قنقر